السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو اعزائي شباب و بنات قولة ثانوي مع الدرس التاني من الوحدة التانية في الترم الاول وقلنا ان الوحدة بعنوان لكلوب ديزارتيست نادي الفنانين او شلة الفنانين والدرس التاني هيكون بعنوان دوموندي اسأل ادير وتقول لاج عمرك الى دات داني برسير وتاريخ ميلادك واضح او من العنوان الاربع حاجات اللي هنتكلم فيهم كاتر بوان درس في اربع نقاط النقطة الاولى سهلة جدا وكلنا عارفينها بالعرب والانجليش وهنلاها برضو شبه معروفة بالفرنسي هو لي موا دو لاني لي موا شهور دو لاني السنة لي موا دو لاني شهور السنة شهور السنة بنقول في قوم لك داني دون لاني الي دوز موا دوز موا يفي اتناشر شهور في السنة شهور الاول هو جنفيه جن 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 فيه جن فيه جن فيه جن فيه جن فيه جيم جل ويه دوز مين ويمه من يمكن فيه جن فيه جن فيه جن فيه ديسمبر. تمام? طويل اتناشر شهر في السنة بترتبه. النقطة التانية في الدرس هناخد فيها او الارقام. ده اللي احنا خدناها قبل كده. هقول لك احنا اخدنا قبل كده لغيت خمسين او ستين. خدنا لغيت ستين فعلين في الدرس الاول. النهاردة هنكمل بقى لغيت مية في ما فوق. باختصار وببساطة. خدنا قبل كده من 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 واحد لتسعتاشر. دول حفورهم في دماغك كويس جدا. ستين اللي هو سو سنت. سو سنت. الاكس بنطقها اس. سو سنت. سو سنت. اي اين. سو سنت دو. سو سنت تروى. سو سنت كاتر. سو سنت سنك. سو سنت سيس. سو سنت ست. سو سنت ويت. سو سنت نوف. تعال عندي سبعين. وبحلق عينك كده وركز. ما فيش سبعين. ومال. في سو سنت ديس. ستين وعشرة. طب واحد وسبعين. شيل عشرة وحط حداشر. سو سنت انز. كمل. سو سنت دوز. سو سنت تريز. سو سنت كتارز. سو سنت. كنز. سو سنت. ساز. سو سنت ديس ست. سو سنت ديس ويت. سو سنت ديس نوف. ايه اللي انا عملته ده. من اول ستين سو سنت. بتحط جنبيها من واحد. لتسعت عشر. من واحد لكام. لتسعت عشر. خلاص. ما فيش سبعين. سبعين دي يعني ستين وعشر. واحد وسبعين يعني ستين وحداشر. واحد جافة. اعتقد لو ركزت شوية بعينك هتلاقي الامور سهلة جدا. وركز في اللي عملنا مع ستين. عشان هنروح نعمله مع تمانين. تمانين يعني ايه? كاتر ذا. كاتر ذا. اربع عشرينات. كاتر ذا. كاتر ذا. وفي الاخر فيها اس. طالما يعني تمانين بس. كاتر ذا. كاتر ذا. كاتر ذا. اربع عشرينات ده تمانين. طيب واحد وتمانين لغي تسعة وتسعين. نفس القصة بتاعت الستين. هنحط من واحد لتسعة عشر. نقول لهم كلا سريعا. كاتر ذا. هنا مفيش ايه بقى. ايه دايما بتاخد ايه مع 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100 100 100 100 100 101 105 120 120 160 190 190 200 200 200 300 400 500 900 وهكذا نجل الرقم 1000 هنلاقي 1000 1000 ما بيجمعش ما بياخدش اس خالص 1000 وبعد كده الارقام بتتركب بعديها عادي عايز اقول 1000 هوي هقول 1000 اي رقم بعديه عايز اقول 2000 او تلاتة هحط دو ميل ترو ميل وهكذا وبكده يبقى اخذنا النقطة التانية من الدرس النقطة التالتة بعنوان demande et de lage اسأل وجاوب عن lage عمرك سؤال العمر قبل ما ناخد سؤال العمر هناخد فعل أبو الأفعال أصل اللغة الفرنسية عملاق اللغة أصل اللغة أصل الأفعال الأزمين المساعدة أصل كل حاجة فعل مهم جدا يتجاوز في أهميته فعل هما الاتنين يعني هما الاتنين أصل اللغة أفوار يتفوق على كمان هو فرب أفوار أفوار بالإنجليش هو فرب to have يملك يملك أو عنده أو لديه استخداماته وتعبيراته في الأزمنة أعداد لا تحظى ما حدش بيدرس لغة إلا لما يكون عارف فرب أفوار ده رقم واحد أفوار بفعل الملكية بتصرف ازاي جا بانطقها على بعضي هكده ملاش أي نطق تاني جا جا محدش انطقها بشكل تاني أنا عارف الناس بتانطقها ازاي مش عايز أقول جا جا تيا 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 إلا 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 تمام جا أنا عندي أو أنا أمتلك تيا أنت عندك أو أنت تمتلك إلا هو عنده إلا هي عنده نو آفان نو زافان إلا حصل نو آخرها إس مش بنطقها لكن بعدها حرف فويل هنطقها سيبها لي نو زافان نو زافان vous avez vous avez vous avez نفس القصة إلا فيها إس بعدها أن إلا 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 الثلاثة الجامعة فيهم ليزون فيهم م�wangة وصل لحرف إس لساكن اللي مش بنطقه مع الحرف الثويلة اللي بعدي بسرعة هنطق444444444444444445b تمام بستقد sabes استطاع غير بقى افوار دلوقتي مع تعبير عن العمر اسأل حد عن عمره اسألك انت عن عمرك كلمة الاستفهام سابتة كال اج كال اج كال اج تاني تاني كال كال اج تمام كال اج دي بتضيف بعدها الفاعل والفعل افوار السؤال لي ثلاث اشكال سؤال واحد بنفس المعنى لي ثلاث اشكال كال اج تيا كال اج تيا كم عمر عندك انت او انت عندك طب ممكن نقوله بشكل تاني اه كال اج اتو كال اج اتو بشكل تالت تيا كال اج تيا كال اج تيا كال اج تلاتة سؤال واحد بس قالك بتو يبقى الايجابة لازم تكون بج وطالما قلت ج يبقى ج اباسترف اي ج انا عندي ج كنز عن عندي خمستاشر سنة ج قدنا الارقام عدي زي ما انت عايز عايز اتسأل العمر هو او هي هو دا اللي هو ال بتسوي اي اسم ولد اولا كال اج اول هنا تلاقي اخذت ا لانه ال فاخذت الفرب افوار كال اج اول هتقوم اي اللي بول عاندو سيزان دي سيتان اي رقم كل اج او اي دا كل اج او انت او انت ايه الوافير بافوار بتصرف مع ايل والاوفك اس لقمع ايش معنى لان اللي جاي بعديها لور الاندا لور ولاندا جمع مؤنس خدو او انت ايه كل اج او لور الاندا كم عمر لور الاندا هاردو اقول هل زان هن عندهن دي سيتان سبعتاشر سنة لو عايزة اتكلم ناس كتير قلهم كم عمركم هيقول لهم كيل عاجه فو اهذ เกال عامر عندكم انتم هيقولوا نوس اول 3 اون نوس اول 3 اون احنا عندنا 13 سنة النوط الرابعة من الدرسة جماعة بعنوان ڨو-ماندé á dire la date d'anniversaire إزاي تسأل وتقاوب عن تاريخ عيد ميلادك السؤال بسهل بقنات استفهم مهمة اوي هي اكلمة CON كن كن متى كلمة أدوات الاستفهام مهمة جدا وهتنها ماشية معنا طبعا كل أدوات الاستفهام مهمة جدا لأنها مكملة معنا طول السنين كلها سأسألك بانت انت تولدت امتى انت تكون ني ان انت تولدت انت تولدت كن انت تولدت امتى لكي اجاب على السؤال ب لازم الاجابة بجسوي هتتحول في الاجابة الجسوي انا اتولدت ورقم يوم وشهر رقم عندك ارقام الشهر مكاوم من 30 او 31 يوم يبقى من 1 لي لتلاتين او الواحد وثلاتين يبقى ممكن اقول جسوي ني لتروى افريل جسوي ني انا اتولدت لتروى افريل طيب عادي سألكوا انتوا قدام اتنين اقولهم vous زت ني كن vous ات انتم تكونوا ني انتوا بقت جمع ني اخدت اس vous زت ني انتوا تولدتوا كن متى هيرد يقولوا نو سوم ني نحن نكون ولدنا وانا برضو هنلاقي ني فيها اس عشان نو جمع نو سوم ني احنا تولدنا لسانك ماي لسانك مايو خمسة مايو لسي جوان وستة يونجو واحدة تولد في اليوم ده والتانية تولد في اليوم ده طيب لو عايز اسأل عن واحد او واحدة بول او ساغا هقول مسلا على ساغا ساغا اي ني كن سارا ولدت متى هنا هتلاقي ني اخدت او زيادة علشان ساغا في ميناء مفرد مؤنس ساغا اي ني كن سارت ولدت امتا ساغا اي ني سارت ولدت يوم تلاتة وعشرين يولجو وهكب وبكده يا شباب يبقى خلصنا الدرس التاني من الوحدة التانية ارجو يكون الدرسة عجبكوا واستفدتوا منه سيب لك لينكات الشرح والتطبيق في الديسكريبشن تحت الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتعمل سبسكراب للقناة وتعمل شير للفيديو لاصحابك علشان كل الناس تستفيد من الشرح واشوفكم ان شاء الله في الدرس التالت من الوحدة التانية في الفيديو الجاي الى اللقاء Au revoir مسي والد مصطفى